في الحقيقة فيه اهتمام كبير جدا من الدولة المصرية تحديدا بقطاع الصحة ويمكن ده اللي انعكس فيه الموازنة الخاصة بالدولة لأن المخصصات المالية الموجهة للقطاع الصحي ارتفعت في موازنة العام المالي منها حوالي 5.5 مليار جنيه كبدل لمخاطر المهنة لقطاع الأطباء وده في إطار الاهتمام بالأطباء وحمايتهم وأيضا وقايتهم من أي مخاطر نحن معنا النهاردة الدكتور محمد عز العرب مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد لكي نعرف منه أهمية زيادة مخصصات القطاع الصحي وزيادة بدل مخاطر المهنة مهنة الأطباء صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا سيد أحمد دكتور في البداية عوز عرف من حضرتك شفت زيادة المخصصات المالية الخاصة بقطاع الصحة تحديدا خلينا أقول بس بداية للسادة المشاهدين أن المنظومة الصحية تعتمد على 3 أضلع رأسيا الضلع الأول هو المان باور أو القوى البشرية طبعا أهم يعني الكافر الرئيس التال منظومة الضلع الثاني اللي هو الانفراستراكشن اللي هو التجهيزات الاجهزة المستشفات نفسها الحاجات كلها الضلع الثالث اللي هو السيستم نظام التشغيل بينعكس كله على أهم الضلع الرابع اللي هو رضا مواطن رضا مواطن بالضبط كده طيب احنا نبقى منسبة لمقدم الخدمة للأطباء طبعا يعني الكافرات الأخيرة والزيادة في الموازنة بالنسبة للمخاطر المهنة وبدل المهنة الطبية عموما دي طبعا من مطالب أساسية للأطباء يعني الحافز المادي طبعا هنا فيه يعني فيه كذا حافز بالنسبة للأطباء ولكن الحافز المادي طبعا بيبقى ملح جدا وهم جدا جدا لأننا أكون فيه رضا مقدم الخدمة نفسها لو أنعكس إجابا على المطلقي يعني أنا لما أكون مقدم الخدمة فيه يعني واخد الحد المطلوب فيها ريحية واخد حوة واخد امتيازات بالتالي هينعكس على أداءه فبالتالي هيبقى فيه حالة رضا من المواطن أكيد فطبعا يعني إحنا كأطباء كان لنا مطالبات فعلا كثيرة جدا فإحنا منعتبر الخطوة الأخيرة في الموازنة الأخيرة إن شاء الله اللي هي بتبقى 22-23 تلبية لجزء كبير من المطالب دي إن شاء الله طيب شايف يا دكتور إزاي اهتمام الدولة بالكادر الطبي تحديدا بالأطباء بالمنظومة الطبية ككل لأن ما فيش نهضة حقيقة هتحصل ما فيش بزوغ نجم للجمهورية الجديدة زي ما بيقول كده إلا بالاهتمام بالكوادر لأن أعتقد ده هو أهم موارد من الموارد التي تمتلكها الدولة أكيد طبعا إذا كنا بنبص على يعني بنسبة للمشروع كبير بتاعنا التنمية المصدامة خاصة 2030 فالتنمية البشرية دي العنصر الأساسي من ضمن التنمية البشرية التلبية لحد المطلوب للاحتياجات سوى المادية المعنوية توفير الحماية حتى بالنسبة لهذا القطاع الهام يعني خلينا أستاذ أحمد أقول لك إحنا في تجربة كورونا يعني كان خطة فعل أول هو الفريق الطبي يعني فعلا وكنا بتشوف يعني الناس كلاكا بتخاف إحنا قدمنا في مصر ملحمة عظيمة جدا جدا في خط مواجهة ضد الكورونا وقدمنا التضحيات الواجبة فالموضوع المقابل أو مش عايز أقول مقابل عايز أقول فيه حافز مادي وخلينا نقول إن فيه شك آخر اللي هو شك هجرة للطباء للأسف شديد يعني إحنا في مصر عانينا في الفترة الأخيرة من هجرة العقول الطبية من مصر للخارج يعني الخارج زي ما نكونا بنقول للخليج لا إحنا دلوقتي بقى أوروبا بقى بريطانيا ألمانيا بقى كندا الحاجات دي كلها بقى في عناصر الجاذب الخارجية في نفس الوقت إحنا مفيش عندنا الحافز أو عناصر الجاذب الداخلية فإن إحنا بالمنظور إن إحنا أزود الموارد المادية لهم بقول للناس البرى لا إحنا وضعنا فيه تحسن وتعالوا لإستقروا في بلادكم وعملوا التنمية منصدامة اللي إحنا عايزينها بإن الدولة بدأت فعلا بخطوات عملية لتنفيذ المطال يعني إن شاء الله يبقى فيه عودة للطيور المهاجرة لأن في الحقيقة مصر فيها أكفأ الأطباء وأشطر وأبرع الأطباء ويمكن المواطنين في الخارج بيجوا مصر علشان يتلقوا الخدمات الطبية تحديدا لقلة التكلفة يمكن إحنا هنا عندنا نظرة مختلفة أحيانا للمواطن المصري أو عودة وهي عودة الخواجة نطلع أتعالج بره لكن الكفاءة المصرية موجودة في الداخل فده مني أعرف من حضرتك إزاي تلقى أطباء مصر يعني هذه الزيادة في المخصصات ردود فعلهم كانت إيه؟ أعتقد أن فيه رضا يعني طبعا للتنفيذ المطالب بالنسبة لنا الحمد لله وإحنا يعني سواء عن طريق بقى مجلس النواب مجلس الشيوخ يعني إحنا مطالبات بالنسبة للأطباء وسعي النقابة للأطباء الحاسيسة لتنفيذ هذا مع التواصل مع الحكومة وفأنا أعتقد أن إحنا بدأنا تبقى خطوات جدة فعلا وحقيقية أن إحنا نقول لا أن فيه تغير فيه الواقع ولما نيجي النوم بقى من منظور الآخر مع الحاجات التانية لما أقول أنه حوفر فرص التدريب تعرف يا أستحمد مشكلة برضو مش مشكلة مدية يعني أنا لما أجي أتخرج أعايز أخذ الدرجات اللي هي بقى سواء بقى الماجستير والدكتوراه أو دبلومات التخصية أو زملات الحاجات دي كلها اللي هي تدريب المهني فإنه ما أبدأ أوفر لو نتزاق حضرتك في شهر مارس تم إقرار المجلس الصحي المصري قانون المجلس وده يعني فاعتقادي أنه حاسح حسيسا للبرد المصري وحياخد وضعه في مساء التدريب مشكلة أولادنا الآن حاليا في مساء التكلفة بالنسبة للدراسات العليا وتدريب مهني بشكل صحيح المساء التدريب وأن أنا بوفر التقنية المهمة لهم أنهم يؤهلوا أطباء مميزين كلهم في تخصصه دي همه جدا لما نقول المنظور الثالث يلاقي الحماية أثناء تأديت الخدمة لهم فهنا نقول دلوقتي كان حصل فيه بعض التجاوزات لكن حاليا فيه بتعاون مع القطاعات مختلفة سواء وزارة داخلية وهكذا بدأ فيه نوع من توفير الحماية زائد النظرة المجتمعية اللي نحن عايزين تتغير بشكل حقيقي من خلال حضرتكم أنا بس بطالب بجزئية أنه عشان المنظومة دي تكتمل سرعة إقرار قانون المسئولية الطبية ودي هم جدا اللي هو متمثل في إيه بقى؟ قانون المسئولية الطبية أنا أحدد إيه الواجبات بالنسبة للطبيب وأفرق بين الخطأ الطبي وبين الإهمال وبين المضاعفات يعني الأسف الشديد لقد تعرب أحياناً الطبيب لمسئولية لا بالعكس أنا أحط له الأطر اللي هي تحمية دمها وماشي صح سواء الطبيب أو المنشأة اللي هو شغل فيها وكذلك المطلق اللي هو حيعرف أنا ما أعتقدش أن ما فيش طبيب ما يعرفش إيه هي واجباته لا مش حكاية تواجباته حكاية أن أنا أعرف أن أنا إيه يعني فيه فرق بين خطأ وفيه فرق بين مضاعفات وفرق بين إجرات يعني أنا مش عايز أيدي مرتعشة في الشغل يعني معنى إيه أنا كطبيب مثلا في الطوارئ حخشى أن يحصل مني مضاعفة معينة ييجي أهل المريض يعملوا مشكلة معايا لكن ما أنا عرف أن أنا بأدخل حاجة بتتحدث عن نقدر أن القانون بيمثل مظلة حماية أيضا للطبيب دقوء وواجبات والمريض في نفس الوقت يعني أنا مقدم الخدمة سواء الطبيب أو المنشأة أنه ماشى بطريق صح وبأسس وبرتقلات صحيحة وأن أنا أفرق تاني حاجة أن أنا حوفر الحماية يعني قانون الجرات الجنائية لو واحد جيه وحصل مشكلة معينة ما فيش حاجة اسمها حبس احتياطي إلا إذا كان فيه تهمة إهمال لكن نفرض أن فيه خطأ الطبيب موجود وإخبار حضرتك فموجود بالنسبة معينة بالنسبة للتدخلات فأنا أنا أعرف أن فيه الحبس الاحتياطي ده دكتور برضو ما يعتبرش إدانة هو الحبس الاحتياطي ده بيكون لخضوع الشخص تحت مظلة التحقيقات لحين إدانته بس ما ينفعش ما بيحول أن يكون لا بس ما ينفعش بالنسبة للطبيب أنه أحبسه وهو ممكن يكون من ضمن يعني عايز أقول ممكن يكون مضعفة معينة قضاء وقدر لكن لو فيه إهمال لا بيدخل فيه قانون الجنايات يعني فيه فرق بين إهمال إن أنا لو عملت عملية أنا سوية مش مهيئ لو عملتها في مكان مش مهيئ ما فيهش إمكانيات معينة دي بتضرع أو حصل تديس على المريض ده بسموه إهمال إهمال ده وضع تاني خالص ده بدخلوا فيه قانون الجنائي وخصوصا لو حصل مضعفات للمريض فعايز أقول هي المنظومة كلها هي دعم المادي وده فعلا بالنشكة والحكومة بالنسبة لهذا الاتجاه الحميد الدعم المعنوي وده بالنسبة سواء المجتمع أو سواء النظر المجتمعية الحاجات دي ومع توفير الحماية مع صفر فرصة لتدريب فده اللي احنا نشايف إن شاء الله المنظومة دي كلها تبدافع إن أنا بقول اللي ده ده كاتر للبرة تعالوا الوضع تبقى متحسن لما أنا أقول إن احنا خلال 30 سن فات حصل هجرة عدد مش قليل تعجاوز 11 ألف فلا الموضوع كده فهذا الجادة وحضرت عرف كمان نحن نتكلم على أطباءهم من أكثر الأطباء اللي موجودين في المنظومة الصحية أنا أعتقد 11 ألف مش هيكون منهم طبيب امتياز مثلا أو طبيب حديث في التخرج لازم يكون عنده كفاءة وخبرة أثقلها العمل داخل البلاد ثم يهاجر يعني دي يمكن خطورة الموضوع أيضا لن عايز أقول لسن أحمد إن كل فرد في الفريق الطبي هم جدا صحي نتخل حضرتك المهام الموقع نتخل حضرت النيابة حتى أو الحاجات كل فرد له أهميته في مكانه فإحنا دلوقتي أنا أقول إن دولة حاليا يعني مشكورة بتنظر بالنظرة واقعية وبتقدم الحلول لمواجهة مشكلة فعلا إحنا لازم نقول إن في مشكلة والمشكلة دي دلوقتي إحنا بدأنا فعلا الحلول الجدية لمعارجة تزيم مشكلة نعم ويمكن أهم هذه الحلول اللي إحنا بصدده النهاردة فكرة زيادة حوافز الأطباء ومكلم تحديدا على حافز متمثل في زيادة حافز المخاطر بزبط هنا خليني أسأل حضرتك سؤال حتى يعلم المشاهد يعني أو بيتساءل المشاهد علينا دلوقتي إيه هي نوع المخاطر اللي قد يتعرض إليها الطبيب ويمكن بخلاف لأن أنا عارف أول ردة هيكون مثل ما حدث في جائحة كورونا لكن عاوزين نخلي الكورونا ده استثناء لأنه مش الأمر الظاهر ونقول إيه هي أنواع المخاطر الأخرى التي قد يتعرض لها الطبيب خلينا نقول من أبسط شيء الضغط الموجود البدني الجبار لما تجي تشوف حضرتك على أسالة السوشيال ميديا خلال فترة شهرين الفاتر لتلات شهور فاتر نسبة طفيات الأطباء من الشبان كانت حزبه بالحوظة ليه؟ لأن فعلا فيه ضغط أنهم فعلا متواجدين في العمل سواء العمل الحكومي أو بيروح كل واحد مرتب بعمل خاصة يعني تلاقي يعني أنا رحل سبتها لأحد النواب عندي فعلا سابقا بيشتغل كم ساعة في الأسبوع عدى 168 ساعة يعني عدى الساعات اللي هي الموجودة ده متواصلة الشغل اليوم بالزبط فده فيه إرهاب بدين عشان يقدر يوفر اللي هو الحد الأدنى من المعيشة الطبيب خلينا نبتكلم على فئة مش عايز أقول مميزة لأني عايز أقول أن هما دول نوابغ السنوية العامة يعني طلبهم تفوقين الدراسة أصعب الدراسة مدة الدراسة أكبر من الكليات محترامي الكامل للكليات الأخرى المواصفات الطبيب بيفضل يعمل ويشتغل ويدرس ويحضر ويعني يحضر مؤتمرات بتكون غالبا حياته كلها علم حياته كلها أنا عايز أني أنكاس أن أنا بحق البند 18 من الدستور أن أنا التقديم أو حق المواطن العادي في الصحة وبجودة الجودة دي إذا كان مطلق الخدمة فعلا بيقدم وهو فعلا مرتاح نفسيا ومعنويا والحاجات دي تسوق أن ده كلهم ماشي في الاتجاهة الصحيح نحو إصلاح المنظومة الصحية نعم دكتور محمد خلينا أسأل حضرتك سؤال بحكم يعني كون حضرتك مسؤول في القطاع الصحي تحديدا هاك شايف زيادة البدل أهم للطبيب أم زيادة إجراءات مكافحة العدوى والحاجر الصحي ومكافحة الأوباء تحديدا أشكرك طبعا ده نقطة همة جدا جدا زي بنقول بيئة العمل همة جدا يعني أنا دلوقتي اللي هنا موجود وباخد يعني يعني مبالغ مهولة جدا جدا وبعمل في بيئة غير صحية ومعرض لي مخاطر العدوى صق جدا أنا بفقد عناصر بشرية أثناء العمل فطبعا يمكن ده سبب إجراءات الوفاء يعني حوادث الوفيات الكتير اللي حياتك بتكلم عليه أحيانا بيكون سبب انتقال العدوى أنا عايز أقول لحضرتك فيروس سيو بي يعني فيروس سيو بي كتير جدا من زماننا عانوا وكان دخلوا فيه مضاعفات والحاجات ده في زمان قوي لما كانت فيه الحد الأدنى من الجودة في تطبيق المكافحة العدوى الدولات الأوباء فعلا حقيقة اختلف في كل منشأة الطبية في لجنة مكافحة العدوى بتمر يومين على جميل أقسام مش عمليات بس حتى على المناظير الأساطر الحاجات ده كلها تتأكد من توفير شروط لمكافحة العدوى نقل ده مدام لا أنا شايفين دلوقتي الوضع بقى مختلف جدا جدا طيب هسأل حليك سؤال آخر بعيدا بقى عن الأطباء وإن كان دور الرئيسي أو عمود الخيمة في هذه أو هذا السؤال تحديدا اللي هو الأطباء المبادرات الصحية حويك شايفها إزاي ودورها في إنهاء العديد من الأمراض مش عاوز أقول اللي كانت مستوطنة بالفعل في مصر بتشوفها إزاي كدكتور شوف حضر أنا عايز أقول المبادرات الرئاسية يعني فيه فرق كبير جدا جدا لما بنقول المبادرة الأطخم في التاريخ مش عاوز أقول في مصر بس في التاريخ كله مبادرة 100 مليون صحة ثق إن احنا تشوف عملنا إنجاز وملحمة إن احنا ما استطيع لمواجهة أي تحديات وزاي واجهناه بطريقة ألمية صحيحة إنها نوفر إمكانيات الكشف السريع لعدد فوق ستين مليون مواطن في وقت سبعة شهور الناس اللي بنلاقي عندهم فيروسي والأمراض الغير سريع مش فيروسي بس أمراض غير سريع ده السكر والضغط والسمنة اللي هما بيمثلوا أكتر مضاعفات الأمراض الثلاثة دول بيمثلوا أكتر من خمسة وتمانين في المية من أسباب الوفيات إزاي قدرنا نواجه ده خلال سبعة شهور والناس اللي نحن بتلاقيهم عندهم الأمراض دي بنقدر نعالجهم ومجانا فالصدق إن احنا تعالى نحققنا إنجاز كبير جدا ومجازل بنحق المبادرات الأخرى صحة حياة كريمة مثالة الكشف على ضعاف السماع من المصدر نحن قوام الانتظار بالنسبة للمدارس ولادنا مدارس الأنمية والتقاضي ما نشخليني أسأل حقيقة هنا سؤال يا دكتور إيه اللي كان ينقصنا؟ يعني إحنا ظلنا لسنوات كثيرة جدا بنعاني من فيروس سي وأنا أتذكر يعني أنا كنت من الجيل اللي كنت بشوف الحملات الإعلانية التوعوية ادي ظهرك للترعة عمر مش عارف البلهاريسيا يعني حملات كثيرة جدا كنا بنواجه المرض بالتوعية فقط ليس بالمكافحة الحقيقية للمرض هل كنا في نقص لي إرادة سياسية حقيقية يعني لديها القرار اللي هو لا إحنا هنقضي على فيروس سي وهو ما تحقق لأن أعتقد هو تحقق بأياد الأطباء المصريين ما كانش فيه إضافة لي عاوز أقول عدد الأطباء اللي موجودين تمام اللي كان ينقصنا علشان نجده في الماضي ممكن أنت قلتها هي الرؤية الرؤية أنا متشاف أهم مشكلة صحية عندي إيه إن أنا بحط الإمكانات إن أنا في نفس الوقت الظروف الحمد لله ساعدتنا في حاجة إن إحنا اكتشفنا على مساء العالم كله العلاجات الفعالة في فيروسي اللي بتأخذ عن طريق الفم خلال ثلاث شهور إلى ست شهور بقضي كلية على الفيروس بالنسبة أكتر من 97% النقطة الهمة جدا في النظرة دي أنا عندنا الدواء المصري يا أستاذ أحمد التجربة المصرية النجاحة بالدواء المصري الفيروسي يعني عشان أوفر إمكانيات إن أنا أعارج أكتر من 2 مليون و 200 ألف مواطن خلال فترة بسيطة ما كانتش تدعو الشركة المنتجة اللي هي الخارجية هتوفر لي هذا الدواء فإذا وفرنا دواء بالمثيل المصري اللي هو لا يقل كفاءة وفعالية ودرجة أمان عن المصورة تاني حاجة وفرنا نول مبلغ كانت أكتر من 2.5 مليار دولار توفرنا عملة صعبة في تحقيق هذه المعادلة بعلاج المرضى فيروسي فيروسي كانت تجربة نجاحة جدا جدا وإحنا دلوقتي إن شاء الله بنجني الصمار وعايز أقول إن فيه دراسة في عجالة جدا إن بعلاجات فيروسي اللي تمت فيه دراسة إحصائية كانت بين أطباء مصريين وأطباء أمريكان الدراسة توقعت إنه سيتم تجنيب حوالي 950 ألف مواطن مصري من الإصابة بسرطان الكبد من سنة 2015 إلى سنة 2050 النقطة التانية سيتم تجنيب 18 مليون مواطن مصري إنه يجيله تلاف كبد يعني النظرة أنا عايز أقول ليه إن أنت نظرة مستقبلية أنا بيعالج دلوقتي حالكت فيروسي بس ده أنا تلافية أمراض أخرى إنبكت بتاعه مستقبلية ده حالي كبير لما تشوف المريض حضرك تعلم وكل يعلم مريض فيروسي في المتفضة كان بيأخذ 2-3 من قريبه بتحركوا به ده بتاته إن كانت أكتر من كده أولا تعطيل عن إنتاج بالنسبة للفرد نفسه تعطيل للناس المحيطين به والفعلا يعني التنمية الاقتصادية حتى بتعتمد على التنمية الصحية فهنا أهم مشكلة فهنا واجهناهم أنا بأعتقد إننا دولة عندنا رؤية بعلاج يعني أهم مشكلة صحية الثلاث أمراض ما أنا قلت عليهم عندنا خريطة دولة صحية معرفة أماكن لهذه الأمراض ومن سمى بيتم توجيه الخطط لمكافحة تلك الأمراض نعم ويمكن أنا أعتقد كمين عايز أقول إضافة على كلام حضرتك يعني أتذكر إن كان من ضمن الشروط المطلوبة لأي شخص كان بيرغب فيه الصفر للخارج تحليل فيروسي النهاردة أصبح هذا الشرط غير موجود أو غير مدرج بشروط الصفر فده يعتبر إنجاز وفخص دي النقطة احنا بلاسها فيها سيدا أحمد حاليا لأنه للأسف بعض الدواج تعتمد على وجود الأجسام مضادة صحيح نقولنا الأجسام مضادة مش هو الفيروس الفيروس هو تحليل بي سي آر وطالبنا في مجلس الوزراء الصحة العرب بيرغاء بنت حكاية الأجسام مضادة لأن علميا صحيح ده مش هو الفيروس ما زلنا فدي احنا بنطلب برضو إن احنا بنسعى في هذا الاتجاه لأن في بعض الدول ما زالت تتمسك بالأجسام مضادة وده مخالف حتى بالنسبة للطبية والفلسفة الطبية يعني بما إننا تحدثنا عن البي سي آر فدايما البي سي آر بقى مرتبط به الأذهان به فيروس كورونا تحديدا فطالما تطرقنا في الحديث لهذا الأمر هل كنت تتوقع طبيب مزاول للمهنة نجاح المنظومة الصحية في الحماية الخاصة بالتعامل مع هذا الوباء شوف أنا عايز يأديك مثال بسيط أولي كان في كتير أنا لا أسأل السؤال ده لأنه كان في كتير من المشككين اللي بنظروا على وسائل السوشيال ميديا يعني مصر فين من هذه الإجراءات والحمد لله بفضل ربنا وبفضل الإدارة الحكيمة قدرنا لحنا نتخطى هذه الأزمة خلينا أقول لما تشوف المنافذ السابعة بحرية أو الجوية يعني أو البرية حتى بتلاقي مرابط اللي جايين من بره دي بشوف الرؤية أن أنا لازم أمنع لما تظهر في مرض معين أو وباء معين وبظهر فيه يعني الوباء نتعرف يعني فيه موجات وحنا نتعرف الحمد لله خلاص لما نشوف احنا من فيه بلد معين فيه بدأ يظهر في حالات لا برائب بالقادم من تلك الدول لما ألاقي أننا موفر للخدمة الوقائية في اللقاحات لما نحن دخلنا مجال اللقاحات بشكل كبير جدا وبالعكس أنتجنا بتعاون مثلا مع الشركة صينية أن احنا بنوفر اللقاح بإنتاج مصري فده شيء كويس اللقاحات متوفرة وبالعكس احنا بندعو الناس أنها فعلا تاخد الجرعة الأولى والتانية والتعزية أو المنشطة التالت فإذا الموضوع كده نلاقي فيه تطبيق مهم جدا صحة مصر لو أنا نزلت على موبايل أعرف الوضع الحالي في مصر والعالم إيه والإرشادات الصحية لأنا عاملها فالموضوع إيه متوفر الحملات العالمية في كل وسائل الأعلام حتى على محطات المترو فإذا أنت عندك فيه منظومة فعلا فهمة الوضع الصحي إيه لهذا الوباء وبيتعمل بطريقة صحيحة لما نلاقي العلاج بالنسبة لكورونا أن فيه أحد العلاجات الهامة كعلاج للمرضى متوفر في مصر وإنتاج مصري اللي هو مولنو بريفير فطبع بيقول لك أننا بناخل موضوع مش كلام إنشاء لا هناك خطوات عملية لتوفير سواء بقى الوقاية والعلاج وإحنا عندنا المنظومة لما يقول لحضر لك أستاذ أحمد نحن نظرة المواطن العادي في الريف مش هنسيب الموضوع لموضوع كورونا وإزاي قدر أعمل وقاية إصبحت أكثر إدراكاً فترة زيادة سأخدم مصك والحاجات دي كلها لا فيه وعي زادة الوعي حتى زاد يعني في الحياة زي ما حالك قلت ويمكن الأهم من ده الإجراءات الاستباقية اللي تم اتخذها يمكن في وقت من الأوقات في ذروة هذا الوباء تحديداً شفنا إجراءات استباقية من مستشفيات كاملة مجهزة الحمد لله بفضل يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قدرناش اللي إحنا يعني ما استخدمناش هذه المستشفيات الميدانية اللي كانت بتتعامل أو كانت مجهزة لكن درنا اللي إحنا نكون عندنا خطوة استباقية تحسباً لقدر الله إذا حصل يعني شيء ما هذه الرؤية بقى يعني هذه الرؤية والخطة يعني اللي إحنا بنظر عليها صحيح في الحقيقة دكتور محمد عز العرب مؤسس وحدة أورام الكابت بي المهد القوم اللي الكابت بشكر حياك فانديم على هذا اللقاء كل توفيل حقيقة شكراً